اشتركوا في القناة خمس مديرين عامين سابقين لمؤسسة التلفز الوطنية وهم كل من محمد الفهري شلبي والمنصف جوجة ومصف الخماري والهادي بن نصر وابراهيم الفريدي عنوان المقال بطاقات ايداع بسجن في حق سامي الفهري وكذلك مديرين عامين سابقين للتلفزة تونسية اصبحت القضية التي عرفت بتهمة التجاوزات المالية لشركة كاكتوس مع تلفزة تونسية تجمع في طياتها اكثر من سامي الفهري مدير شركة كاكتوس وقاناة تونسية وامتدت لتشمل الى جانبه مديرين عامين سابقين عملوا خلال فترة نظام بن علي على رأس التلفزة الوطنية فقد رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مطلب الافراج عن سامي الفهري وقررت بالاضافة اليه اصدار بطاقات ايداعا بالسجن في حق عدد من المديرين العامين السابقين في التلفزة التونسية اما جريدة التونسية فقد تحدثت عن مشروع قانون يتعلق ببعث صندوق يتولى تصرف في ديون القطاع السياحي الذي فقد ثلاث مليار دينار والذي سيقع بمقتضاه احالة كل ديون القطاع الى مجموعة مالية فونسوفغان تقتني هذه ديون من البنوك التونسية وتتولى بعدها استخلاصها من اصحاب النزل على ان يكون لها نفوذ قانوني يخول لها استخلاص الديون بطرق مختلفة عنوان المقال البنوك تفوت في ديون القطاع السياحي الى صندوق استثماري قلق وتخوف لدى اهل القطاع مصادر تونسية اكدت ان ربع المؤسسات السياحية تقريبا معنية بهذه الديون منها 120 مؤسسة معروضة للبيع مشيرة الى ان الديون الاصلية للقطاع تبلغ نحو 800 مليون دينار في حين تشكل البقية فوائد وخطايا تأخير وتعود مديونية القطاع الى عدة سنوات نتيجة الاستثمار العشوائي وغير المدروس في القطاع اضافة الى التركيز على المنتوج السياحي التقليدي الذي لم يعد يستهوي السياح الاجانب خاصة مع ظهور وجهات سياحية منافسة على غرار السوق التركية وننتقل الى جريدة المغرب التي نقلت تصريح عميد كلية الحقوق باسفاق السابقا ناجي البكوش بما مفاده ان ربع ساعة الاخيرة من مداولات المجلس الوطني التأسيسية للمصدق على ميزانية الدولة لسنة 13-2000 شهد التمرير مقترح تقدم به المقرر العام للدستور لحبيب خذر يفوذ لرئيس المجلس اتخاذ قرارات جديدة عنوان المقال المجلس الوطني التأسيسي يكرر السقوط في خروقات قانونية غير مسبوقة وردا على تصريحات البعض التي تقول ان المجلس الوطني التأسيسي هو سلطة اصلية ويجوز له تفويض لرئيس المجلس لاتخاذ مثل هذه القرارات قال البكوش المجلس هو سلطة اصلية في وضع الدستور لكنه يتحول الى سلطة تشريعية عند وضع القوانين او المصدقة عليها والخطأ الكبير في مثل هذه القرارات التي نقاضتها المحكمة الادارية انها تتعرض مع التنظيم المؤقت لسلطات العمومية الذي يعرف بالدستور الصغير وصدق عليه المجلس في 16 من ديسمبر 11-2000 وفي قانون الوظيفة العمومية ضبط رواتب والمنح يكون بامر وهو في الوضع الحالي من اختصاص رئيس الحكومة ولا يمكن ان يكون من صلاحيات رئيس المجلس ونختم بجريدة الشروق التي تحدثت عن اهدار وقت تونسي في انتظار وسائل النقل لتبقى هواجس النقل اكبر ما يعانيه تونسي يوميا عنوان المقال 1.5 مليون تونسي في المعصار كانت السيدة سارة رجب رئيس المديرة العامة لشركة نقل تونس قد تحدثت عن الصعوبات التي توجه شركة نقل تونس والتي تتسبب في عدم قيامها بعملها على الوجه الاكمل ومن بين الصعوبات التي تؤدي الى تعطيل المواطنين نجد الاكتظاظ داخل العربات واكتساح الانتصاب الفوضوي والتكسي الجماعي وتفاقم ظاهرة الاعتداءات على وسائل النقل والاعوان والتهرب من تسديد معلوم التنقل بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا الى ختم ركن الصحف لليوم شكرا لكم على المتابعة والاهتمام الى اللقاء اشتركوا في القناة